يوصل البرنامج الوطني للتوظيف على التركيز على أهمية الاستثمار بالكفاءات البحرينية وتدعيم أفضليتها في سوق العمل عبر توظيفها وإدماجها في وظائف نوعية من شأنها خلق بيئة محفزة للحركات الاقتصادية في البحرين ما يزال البرنامج الوطني للتوظيف يبرهن على نجاعته وعمق جدواه العملية المرتكزة على معطيات سياسة حكومية ممنهجة ومدروسة تجود بثمار ناضجة تم جنيها من محصولها الأول ليستمر العطاء في الموسم الثاني مبشرا بموفور الحصاد العملي الكافي بالإغداق على بيئة سوق العمل ودعمها بكفاءات بحرينية ظلت عاقدة الأمل على براعة مشروع وطني جاء المعاون لها في تحقيق ما تصب إليه من شواغر وظيفية تتوائم مع طبيعة مؤهلاتها العلمية وتتوافق مع حجم ما اكتسبته من خبرات عملية على أرض الواقع أعتقد أن هذا البرنامج حقق الكثير في المرة السابقة من النجاحات وهالمرة سينجح لأنه سيستفيد منها عدة أطراف شروع الوطني للتوظيف في حلته الثانية ساعدنا في توظيف عدد أكثر من البحرينيين أكثر من نسخته الأولى النسخة الثانية تدعمنا إلى ثلاث سنوات والحمد لله احنا هالسنة عززنا توظيف عدد أكبر من البحرينيين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين وبمساعدة الأطراف الحكومية المشاركة في تنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتوظيف تعمد إلى تذليل الإمكانات كافة والعمل على إطلاق المبادرات الشاملة لمساندة المشروعات الوطنية ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية البحرينية والأخذ بيدها نحو شغل عديد الوظائف المتاحة في القطاعات الحيوية حيث برعت الوزارة وفي ظل الظروف الصحية الحالية بتوفير منصة إلكترونية ووضعها بين يدي أصحاب العمل وأمام الباحثين عنه للاستفادة من تلك المزايا التي يضمها البرنامج نهيت المقابلة الثانية بوظيفة مدير مبيعات في أحدى الشركات طبعا سجدت كباحثة عن العمل في نهاية 2020 لما فقت وظيفتي وبالعكس لقيت أن الوزارة عطتني أكثر من أوفر تواصلوا معي فكل المتطلبات اللي احتاجها خبروني بها وأنهيت حاليا الإجراءات حق التوظيف توجيه هذا البرنامج الوطني للتوظيف بشكل فعال وبشكل آمن خصوصا في ظل جائحة كورونا اللي حاليا إحنا قاعدين نواجهها فتم تفعيله عن طريق إلكتروني تم تسجيل مثلا الحضور على مدى شهرين في البرنامج ويتم ترشيح المرشح يرشح نفسه بحسب الكواليفيكيشن اللي هو وصل إليها وتتواصل الدعوات لتنتظم أمام تلك الخيارات التي تطرح في محيط الداخلين الجدد في سوق العمل ممن لم يسجلوا في البرنامج عبر نافذة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العالمية على أن يبادروا بالتسجيل للتعريف باختصاصاتهم وخبراتهم التي يمتلكها رصيدهم المعرفي حتى يصار إلى ترشيحهم للوظائف التي تناسبهم وتلبي طموحاتهم الشخصية لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر